في مراحل معينة لابد ان انا ابحث عما احتاجه مش ما اريده اعتقد ان احنا في المرحلة دي ان احنا لابد ان احنا ندور على احتياجاتنا الاساسية نحاول ان احنا وانا بتكلم هنا من منظور حماية المستهلك حماية المستهلك مش بس رقابة الحماية المستهلك ايضا توعية وده جزء تلت من رسالة جهاز حماية المستهلك فانا بقول للمستهلك الكريم هذه المرحلة لابد من ان نرى الامور من يعني زاويتها الصحيحة العالم في حالة حرب شديدة دروس اكبر مما نراها وان شاء الله هتمر على مصر انا مش هقول بس على خير انا بقى مش كجهاز حماية المستهلك انا كأيمان حسام الدين متأكد ويمكن نعود تاني ونفتكر هكون ان شاء الله في صالح مصر وهتكون الاحداث دي بس اكيد مش على المدى القصير او على المدى المتوسط ان شاء الله هتكون في صالح مصر لان ربنا دايما بيكتب لنا في كل ازمة ان احنا نطلع منها اقوى ونطلع منها بنتيجة جيد ده اتمنى انه ما يكونش اطالة على المشاهد الكريم او انه دخلت برا الحاجة اللي هو عايز اسمعها